تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة ارتفاع كبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق الذي يعاني واقعاً صحياً متهالكاً منذ سنوات وهو ما جعل البلاد أمام كارثة حقيقية تختلف من حيث خطرها ونتائجها عن كل ما مر على العراق من مآسي وويلات أن تكون الجهات الحكومية مقصرة بأداء واجبها اتجاه شعبها فتلك مصيبة أما أن يقر الشعب نفسه أن السبب الرئيسي لارتفاع الإصابات هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أو بتنفيذ حظر التجوال فإن المصيبة أكبر وهو ما عزاه بعض المواطنين إلى عدم امتلاك الشعب لثقافة الالتزام بالقوانين والتعليمات الالتزام ما عندنا ولا نعوف ولا عندنا هذه الثقافة ما لالتزام هل ستخاف على نفسك خاف على غيرك يعني مثلا يعني رب العالمين يقول الأنبياء الأولياء يعني لازم أنت تكون حريص على نفسك وعلى المجتمع عمالتك ومع تجاوز العراق حاجز الـ 75 ألف إصابة وأكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في شهر شباط الماضي بات الشعب متخوفا من استمرار الجائحة التي جعلته بين مطرقة الوباء وسندان حضر التجوال والإغلاق الذي زاد من معدلات الفقر والبطالة في ظل أزمة اقتصادية كبيرة كان فيها المواطن البسيط أكثر المتضررين والله الآن من خلال المواطنين تزموا بالحضر التجوال ويبقى الأمل في الخلاص معلقا على وعي الشعب بحجم الخطر المحيط به من جهة وعلى قدرة الجهات الحكومية والأمنية في محاسبة غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية هما الحد الفاصل في نجاة العراق والأحاق بركب الدول التي خففت من قيودها بعد تجاوزها لمرحلة الخطر